لم تكف مطالبات المواطنين من السلطات المحلية بضرورة الإيفاء بوعودها المتمثلة في انتشال المحافظة من واقع مترد جاء ربما نتيجة ما خلفته الحروب في السنوات الماضية السلطة المحلية لها سنة من يوم ما مسكت مهامها وإيش فعلتنا؟ نحن بنتكلم إيش فعلتنا؟ من ناحية جميعنا واحي من المحافظة أول حاجة صلحنا الدامر لا غير خط أبيان زنجبار قعار غيرها لم نجد أي حاجة الكهرباء تقطع مستمره ونحن في فصل الشتاء عدم آج الحمال الذي لا نلاقي فيه الكهرباء نهائيا وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها القيادة المحلية هنا في محافظة أبيان وجهودها في أعادة ترتيب الكثير من القطاعات الخدمية إلا أن الكثير من الخدمات الضرورية ما زالت غائبة وأخرى في حالة متردية ما إنقزته السلطة المحلية في محافظة أبيان في العام الماضي 2017 هو حسب البرنامج المعدلة من قبل المحافظ ولكن ما يعانيه المواطن الأبياني خاصة هو استشراء الفساد في مؤسسات الدولة إذن فالمحافظة التي مضى عام على تحريرها من قبضة المسلحين ودخول القوات الحكومية إليها ما تزال تشهد الكثير من الاختلالات حيث أغلب القطاعات فيها تبدو مهملة وهو ما أثر عليها سلبيا في تقديم الخدمات حتى بعد مرور عام على تعهد الحكومة بالعمل من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضرورية في المحافظة تدرك السلطة المحلية في محافظة أبيان إنها تواجه الكثير من التحديات في طريق الإصلاح الذي تسعى إليه خصوصا وقد باتت اليوم في مواجهة حتمية أمام الوعود التي قطعتها للمواطنين المتمثلة في تنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بالحياة اليومية لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان قناة بلقيس